بين سلمان بعد ما أوم الدنيا وحالف ما يقعدها تاني بمشروع نيوم ومدينة الصراط المستقيم The Line اللي هيخله الشرق الأوسط هو أوروبا المستقبل هو فعلا قال كده رجع من كم يوم وعرفنا من الصحافة الغربية كالعادة إنه جاب وراء وقل الحجم المشروعات دي عشان مشاكل مالية وعشان مستحيل حد في الإعلام العربي يقدر يفضح كل التفاصيل المتعلقة بالتراجع ده فخلينا نبص بص على أسبابه ويترى هل هو تراجع استراتيجي مؤقت ولا دايم ولا يلحكاية وهل ده معناه إن السعودية بدأت تدخل في مشاكل مالية خلونا نشوف الكام يوم اللي فاتوا مجموعة وكالات وصحف غربية نشرت معلومات بتقول إن ابن سلمان قرر إنه يقلل حجم مشروعاته الكبيرة وأولها طبعا نيوم اللي هي أكبر مشروع وعبارة عن مدن ومنتجعات ومصانع على الصحراء الموازية للبحر الأحمر غرب السعودية وبالتبعية قرر إنه يقلل حجم أهم مشروع في نيوم وهو مدينة The Line ويكتف إنه يعمل شرطة مش لازم الخط كله يعني الكلام ده رغم إن إدارة مشروع نيوم نشرت على السوشال ميديا بتاعتها شهر اللي فات فيديو بتأكد فيه إنها مكملة في المشروع بكل حجمه وأهدافه وكمان بعد ما مسؤولين سعوديين كانوا أعلنوا إن الناس هتبدأ تعيش في اليوم من أول السنة اللي إحنا فيها دي مشروع عني يوم ده جزء رئيسي في رؤية بن سلمان الاقتصادية للسعودية اللي أعلنها من كم سنة وتسمت إعلاميا برؤية 2030 لأن المفروض إنها كانت تتحقق في سنة 2030 بس واضح طبعا من التراجع ده إن النتاج دي مش هتكون زي ما هو خطط لها رؤية 2030 هي تصور اقتصادي عمله بن سلمان عشان يحقق هدفين الأولاني هو إنه يقول للناس إحنا مش بتوع بتروله بس وممكن نعمل اقتصاد متنوع مش اقتصاد ريعي بس اللي هو اقتصاد معتمد على عوايد النفط يعني بس والتاني عشان يقول إنه يستحق الانقلاب اللي أبوه عمله في 2017 لما نطر ولي العهد الطبيعي محمد بن نايف اللي هو ابن أخوه وركب مكانه ابنه بن سلمان اللي مالوش فيها ومالوش أي خبرة أو تجربة في دهليز الدولة عشان جرى رؤية 2030 دي لو حبينا نلخصها بإيجاز شديد فهي معتمدة على التصنيع السياحة التكنولوجيا وجزء من التكنولوجيا المدن الزكية اللي كل حاجة فيها ديجيتال زي الصراط المستقيم ميزانية مشروع نيوم كله على بعضه حوالي واحد ونص تريليون ريال سعودي يعني حوالي خمسمائة مليار دولار بأسعار 2019 والميزانية دي أغلبها جاي بالأساس من صندوق الاستثمارات السعودي وده بيرقسه بن سلمان بنفسه والباقي كانت الخطة إنه يجي من مستثمرين أجانب على حس مشروع نيوم بن سلمان عمل حملة قمع مرعبة في السعودية وبرى السعودية كمان والقمع ده كان جزء كبير منه للأصوات المحافظة والمتدينة اللي اعترضت على طريق بن سلمان في التحديث اللي هو الترفيه على طريق مطريق السعادة تركيا للشيخ وطبعا كلنا فاكرين العدد الرهيب من المشايخ اللي هو حباسه لكن جان بدول بن سلمان عشان يفضل أرض الواسعة قوي غرب المملكة اللي عاوز يعمل عليها المشروع بتاعه عمل حملة قمع وحشية تانية للقبائل اللي ساكنة في المناطق دي واللي كان بيرفض يسيب أرضه وبيته كان بيتقتل فورا وأشهر حالة ده كان عبد الرحيم الحويط الله يرحمه بن سلمان كمان اعتقل وقعدى من ناس تاني من قبيلة الحويطي وقبائل تاني طب ده جوه وحنا قلنا القمع بتاعه امتد برا السعودية كمان ازاي ساتك بن سلمان أو بن منشار اغتال أكتر وأشهر واحد كان بينتقد مشروعاته الراجل اللي قال إنها لو فشلت السعودية هتفلس جمال خشوق جل الله يرحمه سبحان الله يا اخت الحرم ما بيدومش والمستثمرين الأجانب اللي كان بن سلمان عشمان إنهم يحطوا فلوس كتير قوي في مشروعاته جانب فلوس صندوق الاستثمارات وعشانهم عمل المدابح دي هم اللي خافوا وقالوا لي يا عم ده بيقتل أهل وناس عشان فلوس أمان لو إحنا اختلفنا معاها يعمل فينا إيه وهيعمل ليه في فلوسنا وفعلا دي كانت أول أزمة كبيرة بتواجه مشروعات بن سلمان وهي ناقص الاستثمارات الأجنبية اللي كان مستنيها للنيوم وغيره لأن أعلى مبلغ دخله من الاستثمار الأجنبي كان السنة اللي فاتت وكان حوالي 11 مليار دولار واللي هو طبعا ولا حاجة جنب المبلغ اللي هو بيستهدفه أصلا لكن طبعا زي ما انت عارف يعني مفيش حاكم عربي بيعترف بغلطه عشان كده ابن سلمان قال لكم ماله وإيه يعني طز أنا برينس البترول في العالم ولسه عندي أسعار النفط وبقدر أتحكم فيه وهكمل المشروعات والأجنب لما يلاقوني شغلتها هيجيبوا فلوسهم وأنا قاعد حطط رجل على رجل وده كان تاني خزوء لابسه ابن سلمان لأن اللي بيتحض ربنا ما بيكسبش اللي حصل هو أن أسعار البترول بقى فيها مشاكل كتير أشهرها كان بسبب فترة الكورونا ودي كانت بعد الإعلان عن خطط ابن سلمان وحتى بعد ما فترة الكورونا خلصت فضلت مشاكل أسعار البترول مستمر وبن سلمان ما قدرش يوفر كل الفلوس اللي محتاجها لمشروعاته من أسعار البترول هو محتاج أن سعر برميل البترول يبقى من 93 دولار وانت طالع عشان يدوب بس حساباته تبدأ تتحقق وتجيب نتيجة وده صعب جدا يحصل رغم كل الألبان اللي انت شايفه في العالم من حرب أوكرانيا وعدوان إسرائيل على غزة وخلاف عشان كده موازنة المملكة بقى لها كذا سنة فيها عجز كبير واللي زاد وغطى أن الفلوس اللي في صندوق الصروة السيادي بتاع السعودية اللي هو الحصالة بتاعتها يعني اللي بتعمل منها مشروعاتها انخفضت ل 15 مليار دولار بس نتيجة ده بن سلمان عمل زي السيسي وفتح الباب للأموال السخنة يعني طرح سندات للمستثمرين الأجانب وكان أحدث طرح أول السنة دي آيوا بالضبط كده زي ما جي في دماغك بالاقتصاد السعودي في مشاكل نتيجة المشاكل دي بعض الشركات المؤولات اللي شغالة في نيوم بدأت تسرح العمالة اللي عندها والأزمات دي مش بس لها علاقة بين يوم لا دي بتضرب رؤيد بن سلمان 2030 دي كلها في مقت يعني مثلا زي ما قلنا بن سلمان عاوز يعمل تصنيع عشان يعني يقول للناس احنا مش قبر بترول متحركة وبس راح متفق مع شركة أمريكية بتصنع عربيات كهربائية زي بتاعت إيلون ماسك كده وعمل مصنع لتجميع العربيات دي في السعودية وتم افتتاحه السنة اللي فاتت بس المشروع ده كمان طلع خزو لأن الشركة الأمريكية اللي بن سلمان مشاركها في حوار العربيات الكهربائية عمالة تحلبه في فلوس والشهور اللي فاتت بس اللي بيته في حوالي 6 ونص مليار دولار منهم مليار دولار كم يوم اللي فاته وطبعا عدوان الصهين على غزة اللي بقى له 7 شهور قلب خطط كل الدول في العالم مش بس في الشرع الأوسط والاقتصاد السعودي اتأثر بزيادة خصوصا مع عمليات الحوثين في البحر الأحمر وهو نتيجة كل اللي فات فجئنا بأخبار تقليل بن سلمان لحجم مشروعات نيو ولما تبص على الأخبار والتقارير اللي بتتكلم عن الموضوع هتلاقي انها بتتكلم عن تقليل حجم كل المشروعات معين المسؤولين السعوديين بيقولوا اننا قللنا بس المراحل اللي كان المفروض انها تبدأ تشتغل على 2030 يجد عند الخطة كلها اسمها 2030 ومن كتر ما بن سلمان كان باني حساباته على اكتمال خطته في 2030 السعودية اعلنت من كم سنة انها تخلي 50% من استهلاكها من الطاقة عبارة عن طاقة متجددة في 2030 وده من المحطات اللي هتتعمل في نيوم وطبعا الحلم ده خلاص بح نيوم زي ما قلنا هي مساحة أرض صحراوية كبيرة جدا غرب السعودية على البحر الأخر يعني مساحيتها أكتر من 26 ألف كيلومتر مربع بن سلمان جاب شركات استشارية غربية كبيرة خلاها عملتلو دراسات للمشروع واخدت ملايين كتير وطبعا لما أي حد طماع يلاقي زكيبة فلوس عاوزة تسمع كلامي يأيد وجهة نظرها ويوشيد بعب قريتها هيديها اللي يرضي غرورها مقابل الملايين وده اللي حصل مع أن دراسات كتير كانت منصورة طول السنين اللي فاتت بتحذر من المشروعات اللي من النوع ده لأنها مبالغ فيها وبتاخد فلوس كتير جدا وعلى ما تكون خلصت ده لو خلصت يعني بيكون تصرف عليها أضعاف ميزانيتها اللي مكتوبة على الورق ودراسات كتير استشهدت بمشروعات ضخمة في الصين وغيرها في الآخر ريسيت على خوازي لكن من سلمان قال لك أنا هعمل في دماغي من سلمان كمان طنش تجربة سابقة للسعودية أيام عمه الملك السابق عبد الله اللي في 2005 أعلن أنه هيعمل خمس مدن جديدة هتعتمد على التكنولوجيا وفي الآخر ما عملش منهم غير مدينة واحدة بس ومن غير تكنولوجيا ولا تكنولوبيا مع أنه ما كانش عنده أي مشاكل في الفلوس الفاكرة أن موضوع إنشاء مدينة أو مجتمع عمراني دي حاجة مسهلة لأن لها ترتيب طبيعي من ساعة مربنا خلق البشر وهو أن عادة البشر بيعملوا التجمعات العمرانية بتاعتهم في أماكن قريبة من المياه والطاقة أو الحاجة اللي هيستخرجوا منها الطاقة والمدن بتبدأ بتجمع أو مدينة حسب الخطة اللي محطوطة لها وبعد كده بتتمدد وبتتوسع بالتدريج حسب عدد السكان اللي بيزيد والموارد الاقتصادية اللي بتتوفر لكن بسلمان قال لك أنه هعمل كذا مدينة في الصحراء وعشان إحنا في السعودية ما عندناش أنهار يبقى هنعتمد على محطات تحليت المياه وعشان ندبر موارد الطاقة هنعتمد على الطاقة المتجددة وده معناه استثمارات ضخمة جدا بتتعمل من الصفر في الصحراء ومن كدر طموحته قال لك إحنا هنعمل معالجة لرمل الصحراء بحيث ينور بالليل كلام ده بجد والله مش يظهر ولو أنت مستغرب خد التير بعض الشركات الاستشارية اللي استعام بها ابن سلمان لما لقيت القصة كلها خزع بالات قال لك طب ما إحنا نجود في الخزع بالات بقى كمان عنها ورح يتعامل خطة لعمل تجديد في جينات السكان بتوعني يوم وخصوصا مدينة الصراط المستقيم ده لين عشان يكونوا مناسبين للحياة في المستقيم مال هو الكلام عليه حساب تخريف بتخريف بقى النقطة الخطيرة كمان هي أن ابن سلمان عاوز يدخل أحدث تكنولوجيا للمرأبة وإراية الوشوش من خلال الكاميرات في كل مدن نيوم وخصوصا The Line وعشان كده استعام بشركات صينية على أساس أن الصين مطبق النموذج ده وخصوصا في إقليم شينج يونج معقل المسلمين اللي كلنا عارفين ما إحناتهم هنا والنقطة دي بالمناسبة زودت خوف المستثمرين الأجانب لأن هما كده هيرموا فلوسهم في مشروعها يحاولهم لمساجين ومترقبين عندي بن سلمان وده كان من أسباب نقص الاستثمارات الأجنبية في نيوم قمة الخزعبلات بقى كانت في The Line اللي هي ضرت تاج مشروعات بن سلمان في نيوم المدينة اللي عبارة عن خط إزاز بطول 170 كيلو متر بعرض حوالي 200 متر وارتفاع 500 متر خط بالطول بيشق الصحراء لغاية البحر وجوها أحدث كل حاجة أحدث تكنولوجيا مرأبة وأحدث شركات وأحدث طرق لتوليد الطاقة وكمان ما فيهاش مواصلات لأن الناس هتتنقل فيها من تحت الفوق وعشان يروحوا من حتة لحتة بشكل أفقي يعني من محطة لمحطة هيتنقلوا بمتر عبارة عن أمبوبة تحت الأرض اللي هو فيلم خيال علمي مش مدينة بجد والخيال ده هو اللي بن سلمان كان عاوز ينفزه قبل ما يفوق على الحي The Line المفروض تكلف 200 مليار دولار ويسكن فيها 9 مليون بني آدم على فترات طب يا عم هتعمل الخط ده اللي هو المفروض مدينة يعني إزاي هتعملوا إزاي في صحراء ما فيهاش أي حاجة من مقاومات الحياة الساسم هنلاك بسيطة بدل ما المدنة العادية المساكن فيها متنطورة بشكل أفخ جنب بعض إحنا هنرصهم فوق بعض وهنعمل جواهم بقى كل حاجة جاي إيه قال لك هنعمل روبوتات عبارة عن ديناصورات عشان تسلي الناس أو الله وملاعب ومدارس ومعامل ومحلات شغال فيها روبوتات برضو والتعليم هيكون من خلال مدارسين عبارة عن هولوجرام وكل حاجة فيها يكون مربوطة بالأمر الصناعي وهنعمل فيها عربيات بالطير بجد والله مش نظهر المشكلة إنه أكيد محدش من اللي حوالي من سلمان كان عنده شجاعة أنه يقول له يا عم المشروع ده ممكن تعمله فيلم كارتون للأطفال مش تعمله على الأرض لأنه مستحيل يطلع زي ما في دماغك وزي ما الشركات الاستشارية اللي سرحت بيك دي فاهمتك يعني يعني مثلا حسب المعلن من إدارة المشروع المفروض إن الساكن في The Line هيقدر يتحرك من أول نقطة فيها لآخر نقطة في 20 دقيقة بس بالمترو اللي تحت الأرض لأنه ما فيش مواصلات عشان ما يكونش فيه كربون نتيجة الوقود العرض ده معناه إن سرعة الحركة هتكون حوالي 510 كيلو متر في الساعة ولما نتكلم عن خط مترو بطول 170 كيلو متر اللي هو طول The Line ده معناه إنك هتحتاج تعمل محطة كل نصف كيلو متر تقريبا زي ما هو معتاد يعني في المسافات بين محطات المترو في المدن الكبيرة زي لندن مثلا وزي ما قلنا The Line يعني مستهدف إن يسكن فيها 9 مليون بني آدم مع الوقت يعني هكون زحمة جدا وده معناه إن دايماً في ناس عاوزها تنزل في كل حتة فيها كلام ده معناه إن المترو في The Line هيحتاج حوالي 400 محطة وممكن أكتر شوية لما تيجي أي محطة على طول أي مترو في العالم بيتفتح الباب على الأقل نص دقيقة عشان الناس تطلع وتنزل وده معناه إن وقت انتظار المترو لطلوعه ونزول الناس هيكون أكتر بكتير من العشرين دقيقة اللي إعلانات إدارة المشروع بتقول إنه هم كل الوقت اللي المسافة هتاخدها من أول The Line لآخرة طيب لو افترضنا إن المترو هيزود سرعته عشان يعوض دقيق التوقف في المحطات فده معناه إنه هيعدي سرعة الصوت ساعتك بالشكل ده أي حد عنده أي مشاكل صحية ولو بسيطة معرض إن الجيله صدمة أو إغماء أو مشاكل في الضغم أنتو كايبين الناس تسكنوهم وتدلعوهم يعني ولت موتوهم اللي يأكد الكلام ده إنه واحد من المستشارين بتوع بن سلمان في المشروع واسمه علي الشهابي لما تسأل عن النقطة دي بالذات وقال هو هيقدر يتعامل مع المواصلات دي وقال هيقدر يسكن في The Line قال إنه مش هيقدر لأنه هيقدر يسكن هناك ومال شباب بس مو طبعا محدش يستحمل التعذيب ده غير شاب في العشرينات بس اللحظة كده يمكن عشان كده بن سلمان عاوز يعدي للجينات بتاعت سكان The Line عشان يستحملوا المترو بتاعها يمكن المهم بجملة الخزعبلات بتاعت نيوم وThe Line والمواصلات بتاعتهم السعودية كانت عملت اتفاق مع شركة Hyperloop One بتاعت إيلون ماسك عشان تعمل مشروع المترو فيه وده عبارة عن أنبوبة بتنقل الناس بسرعة خيالية زي الطائرات بس برضو بن سلمان لبس خزو لأن المشروع ده وقف وإيلون ماسك قافة للشركة دي في شهر 12 اللي فات ولسه الغاية دلوقتي مش معروف إيه طبيعة المواصلات اللي هتمشي تحت الأرض في The Line دلوقتي احنا عندنا مجموعة حاجات خلينا نرجعها كده بخصوص نيوم وThe Line أول حاجة عندنا نقص في تمويل المشروع نتيجة عجز الموازنة بتاعت السعودية ونتيجة نقص الاستثمارات الأجنبية لأن المستثمرين الأجانب خايفين من بن سلمان وعندنا تفاصيل خزعبلية مش بس السعودية ما عنداش أي خبرة فيها ولا سابقة إنجاز لها ده محدش في العالم كله نفزها قبل كده وجنب دول عندنا خوازيق تانية زي حوار الأنبوبة بتاعت إيلون ماسك اللي طلعت اشتغالة وبلح الكلام ده كله بيقول ببساطة إن المشروع ده مش أكتر من خرافة وهم عند بن سلمان ومش هتحقق وحد استغل ده وضحك عليه وبعله العطبة الخضرة نتيجة ده كله بن سلمان قرر إنه يقلل حجم المشروع ويقلل المراحل المفروض تخلص على 2030 وكمان يقلل الفلوس اللي بتتصرف عليه وبدل ما كان عاوز يسكن فيه مليون ونص إنسان على 2030 بقى عاوز يسكن 300 ألف بس ده لو عارف يجيبه مصل وبدل ما كان عاوز يخلص 170 كم بتوعظ اللاين بقى طموحه بالعافية إنه يخلص منهم 2.5 كم اللي هو ما حصلوش شرطة حتى دي نقطة نتيجة الفجوة الكبيرة بين اللي كان بن سلمان بيعلن عنه وبين اللي وصل له طموحه دلوقتي بعض الناس شايفين إن ده مجرد تراجع مؤقت لغاية ما حبيب وترامب يرجع تاني للبيت الأبيض في الانتخابات الجاي لأن طبعا فيه ناس متوقعين رجوع ترامب بس الفكرة إن ترامب لو رجع هعمل له إيه يعني هيدي له فلوس ده ترامب بيحل بالخليج يعني اخسار ابن سلمان هتكون أكبر من الناحية المالية مس بعيدا عن ابن سلمان وترامب موضوع ابن سلمان ده ما بيفكركش بحد حد ما عندوش ربع الفلوس اللي عند ابن سلمان بس دايما بيتمحلس لبن سلمان عشان يكب عليه شو أترص الحد ده هو كمان عمل مشروعات خزع بالإيه إيه شي مونوريل وإيه شي عاصمة إدارية وإيه شي عالمين وهم ما يتلم ومع ذلك الحد ده بيكابر لغاية دلوقتي ومش عاوز يراجع ولا مشروع ومش عاوز يعترف إنه غلط في أي حاجة رغم إن فوق عجز الموازنة عنده ديون لمصر هتفضل تسددها أجيال كتير جاي يعني إحنا في مصر بقينا أسوأ من أسوأ نموذج عربي المشكلة إن في الدول العربية سواء مصر أو السعودية أو غيرهم يعني مفيش حد يقدر يحاسب الحاكم على مئات المليارات اللي بيرميها يمين وشمال في مشروعات فاشل المليارات دي كان الأولى بيها مشروعات حقيقية بتفيد عموم الناس مش هدفها بس إنها تعمل فرقعة ولقطة للي بيحكم لأن كل دولار اترمك مشروع فاشل زي نيوم أو المشروعات اللي زيه في مصر كان ممكن جدا ينقص حياة بني قدر ونشوفكوا على خير إن شاء الله